تستضيف إسطنبول منتدى الأمم المتحدة التأسح حول إدارة الأنترنات الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه حكومات وممثلون عن الأوساط الاقتصادية ونشطاء في الحقوق المدنية إدارة استخدامات مهمة على الأنترنات وفي افتتاح المنتدى ظل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة توماس غاس متحفظا بشأن توجيه انتقاد للحكومة الدركية إعلان حقوق الإنسان يطبق على نظام الأنترنات وغير الأنترنات وبالطبع فإنه يتاح للدول أن تسن تشيعاتها وفق القيم الأساسية من مثل حرية التعبير على أن تكون تلك القيم متوائمة مع مبادئ احترام الآخرين والحرص على سلامتهم ذلك التوائم ينبغي أن يكون مضمونا على الأنترنات أيضا في أذار مارس الماضي أمرت الحكومة والتركية بحجب مؤقت لموقعي تويتر ويوتوب لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن رئيس الوزراء الأسبق رجب طيب أردوغان بعد فضيحة الفساد التي واجهها شتاء الماضي